ألقت السلطات الأمنية العراقية القبضة على آخر وال لما تسمى بولاية الجزيرة لدى داعش في نينوى وذلك خلال تنقله في منطقة حي الانتصار الواقعة ضمن الجانب الأيصى لمدينة الموصل التفاصيل نتابعها مع الزميل حسام الأحبابي أعلنت قيادة شرطة نينوى القبض على أحد قادة داعش الملقب أبو طلحة وهو آخر وال لما تسمى بولاية الجزيرة في نينوى والذي تولى أيضا مسؤولية الدوريات الأمنية في غرب الموصل المعلومات التي حصلت عليها أخبار الآن تفيد بتفاصيل أخرى عنه وهي كالآتي اسمه حمد شهاب أحمد خضر ويحمل لقب أبو طلحة وهو من سكان الموصل وقد هرب من جانبها الأيمن إلى ساحلها الأيسر متخفيا ببطاقة هوية مزيفة تولى أبو طلحة منصب والي الجزيرة في نينوى برغم صغر سنه حيث يبلغ من العمر عشرين عاما وسبب هروب معظم قادة التنظيم الكبار إلى معاقل داعش في سوريا إذ كانت مناطق الحضر والبعاج وحمام العليل والقيارة وتل عبطة والمحلبية والشورى تحت قيادته الأمنية والإدارية بعد هروب قادة تنظيم الكبار حتى أن تعيينه واليا للجزيرة تسبب بتذمر كبير من مسلحي التنظيم وقادة الكتائب الذين تلقوا تعليمات مباشرة بالامتثال لأوامر أبو طلحة وإلا اعتبرت مخالفتها معصية للأوامر المعلومات التي حصلنا عليها تفيد أيضا بأنه كان أحد المشرفين على المتاجرة بالنفط من آبار القيارة حيث جرى التوسط عند آخر وزير للنفط لدى داعش في الموصل وهو عبدالغني درغام ليتعاون معه حيث أصبح على اتصال مستمر معه قبل أن يتم اعتقال درغام مطلع شضاة فبراير من عام 2018 خلال محاولته الهروب من جهة قضاء البعاج الحدودي إلى سوريا برفقة عدد من المهربين وبناء على المعلومات الواردة إلى الأجهزة الاستخباراتية العراقية فإن أبو طلحة كان على صلة مباشرة بالقياد في داعش الهارب حتى الآن الملقب أبو مجاهد حيث كان هذا الأخير ينتظر ما تسمى برسالة التكليف من قادة في التنظيم يتواجدون في معاقل داعش بشرق سوريا إلا أن السلطات العراقية تمكنت من قطع التواصل بين الخلايا النائمة وبقايا داعش في غرب الموصل وحمرين حيث ألقت القبض على المكنى الساعي واسمه الحقيقي أحمد نايف عبد الله وذلك خلال تنقله في منطقة حمام العليل جنوبي الموصل وكان يحمل هذا المعتقل رسالة إلى قائد أحدى الخلايا التنظيم الملقب أبو مجاهد لتكليفه بتشكيل مجامع خلايا نائمة أخرى خصوصا في ناحية القيارة ضباط في أجهزة أمنية عراقية زادوا على المعلومات التي وردتنا عن أبو طلحة حيث أكدت أنه كان يشرف على تنظيم شفرات الاتصالات اللاسلكية بين القاد الميدانيين لداعش في نينوة ثم بعد ذلك عامل على إعادة صياغة هذه الشفرات لتكون ملائمة للفترة التي تلت تحرير الموصل من قبل القوات العراقية إذن وفق المصادر الاستخباراتية فإن أبو طلحة كان يدير خلايا نائمة منذ تحرير مدينة الموصل وقد سعى مع أتباعه إلى ما يسمى بتجديد البيعة لتنظيم داعش في محاولة كشفتها القوات الأمنية العراقية المصادر الاستخباراتية ذاتها أبلغت أخبار الآن بأن التحقيقات مع أبو طلحة كشفت تشابها كبيرا بالمعلومات التي حصلت عليها السلطات الأمنية من المعتقلين الآخرين لدى الأجهزة الأمنية العراقية في بغداد ولا سيما ما يخص التخابرة اللاسلكية مع قادة فلول التنظيم في صحراء غرب العراق الممتدة بين الموصل والأنبار وفي منطقة حمرين شمال شرقي بغداد